طيب صباح النصر مرة كمان وخلينا نتابع دلوقتي أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة كالعادة ومرسلتنا هتكون مريم سميح موجودة في مقار النادي الأهلي بالجزيرة مريم بونجور كالعادة طبعا بنتابع معاك أخبار النادي الأهلي وكل الكواليس اللي عندك تفضلي صبح عليك يا نهواند بصبح عليك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة طبعا هيكون معنا فيها كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا بالفرق الرياضية الأخرى ولكن يعني خليني أضم صوت لصوتكم طبعا وبارك لكل جماهير النادي الأهلي طبعا بمناسبة فوز النادي الأهلي على سموحة في نصف نهائي كأس مصر طبعا أمس يعني شفنا مباراة كبيرة جدا بنتيجة 3-1 طبعا يعني سمفونية كروية الحية قدمها النادي الأهلي بكل العناصر اللي شاركت مبارح وطبعا ده تحت قيادة مستر مارسال كولر المدير الفني السويسري حقيقة أن كل الناس اتكلمت على أداء النادي الأهلي مبارح وتحديدا يعني كهرباء العمل تؤسس طبعا لأول جولين لطبعا يعني حمدي فتحي وأحمد عبدالقادر ويعني يمكن إحرازه الهدف التالت أيضا يمكن كل الناس مبارح أو جماهير النادي الأهلي حقيقة أن أنا كنت بشاهد يعني كان ليا الحظ أن أنا شاهد المباراة هنا بمقار النادي الأهلي بالجزيرة حقيقة أن كل الناس كانت واثقة في كهرباء أنه هو لما ينزل مبارح هيعمل الحقيقة يعني مطش كبير جدا والحقيقة أنه هو فعلا قدر أنه هو يثبت لكل الناس أو لجماهير النادي الأهلي أنه هو قد المسؤولية والحقيقة أنه هو عمل مطش كبير جدا سواء بلتو أسس أو بإحرازه الهدف التالت كل الناس كانت يعني واثقة فيه أنه هو هيحقق ده لأنه هو كان حقيقة مشتاء يعني للملاعب والحقيقة انه هو يعني كان عايز يثبت لجماهير النادي الاهلي انه هو قد التيشرت اللي لابسه طبعا والحقيقة انه احنا يعني بنبارك لكهربا على اداءه الكبير جدا مبارح والحقيقة طبعا بنبارك لكل جماهير النادي الاهلي تأهل النادي الاهلي للنهائي طبعا اللي هيلعب امام بيرمدز ولكن الحقيقة يعني خلينا اقول انه طبعا يعني كان تم الاعلان عن تأجيل المباراة النهائية لسه لم يتحدد الموعد بعد لان كان المفترض لها النهائية هتلعب يوم 3 فبراير المقبل ولكن طبعا بمناسبة مشاركة النادي الأهلي في كأس العامل الأندية لسه لم يحدد الموعد الجديد لها ولكن الحقيقة أنه خلال الساعات القليلة المقبلة هيتم تحديد الموعد الجديد لهذه المباراة وطبعا بنتمنى أن النادي الأهلي يعني حقق فيها كأس مصر إن شاء الله في نسخته القديمة يمكن بقى كل الأخبار المتعلقة بالفري الأول لكرة القدم من النادي الأهلي الحقيقة يعني أنه هيبدأ المران خلال الدقاية القليلة المقبلة الحقيقة بدون راحة قرر مستر مارسل كولر أنه هو يستقنف تدريباته طبعا ده استعدادا للجولة المقبلة أو الجولة تحديدا لأربعة عشر من بطولة الدوري واللي هتقام طبعا أمام نادي الزمالك قمة يعني النادي الأهلي وإلزا مالك والحقيقة أنه هي دربي من أعظم الدربيات في تاريخ الكرة المصرية واللي بينتظروا كل جماهير الناديين يعني الحقيقة وتحديدا جماهير النادي الأهلي لأنه طبعا على تاريخ السنوات الماضية قدرنا أن نحقق كل يعني انتصارات كبيرة جدا أو الفوز في أغلب هذه الدربيات فيعني حقيقة أنه هو دربي كبير جدا وعلى مستوى العالم يمكن أنه هو بيحتل يعني الصدراء أو يمكن بيحتل في أول خمس مراكز هو على دربي الأهلي والزمالك الحقيقة أن المباراة هتلعب يوم السبت المقبل يوم 21 من شهر يناير الجاري والحقيقة يعني المفروض كان أو مفترض أنه هو هيكون المباراة هتلعب الساعة 7 مساء على أستاذ الكهرة ولكن الحقيقة أن ربطة الأندية أعلنت أنه هو هيتم تأجيل المباراة من موعدها الأصل من الساعة 7 إلى الساعة 8 ونصف مساء هذا طبعا بسبب يعني مشاركة المنتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم في نسخة 28 والبطقام طبعا في بولندا والسويد الحقيقة أنه هيكون فيه مباراة هامة جدا يوم السبت المقبل ده طبعا فيه الدور الرئيسي بعد تأهل منتخب المصري لكرة اليد طبعا بعد تأهله بعد الدور الأول يعني أو الدور التمهيدي للدور الرئيسي فهيكون فيه مباراة هامة جدا بتلعب أمام البحرين في تمام الساعة 7 مساء والحقيقة أن يعني بمناسبة أن منتخب المصري لكرة اليد الحقيقة أنه هو يعني حاز على مشاهدة جماهير كبيرة جدا وجماهير عريضة جدا بعد تحقيقه كل يعني الفوز خلال المباراة اللي فاتت أو في الدور الأول يعني سواء أمام كرواتيا أو أمام المغرب وأيضا أمام الولايات المتحدة أمس فالحقيقة أنه هو يعني حاز على مشاهدة المصريين فعلشان كده قررت ربطة الأندية أن هي تأجل طبعا يعني دربي الأهلي والزمالك أو مباراة القمة في الجولة الـ 14 من الدوري من الساعة السبعة مساء للساعة الثامنة والنص والحقيقة يعني النهاردة الاستعدادات أو المران يعني هيبدأ بقيدة مستر مارسيل كولر من المطاقة طبعا يكون فيه محاضرة طبعا قبل بدء المران هيتكلم فيها مع جميع اللاعبين في كل الأمور الخاصة بمباراة أمس أمام سموحة ولكن الحقيقة أنه هو كان راضي بشكل كبير جدا ولكن الحقيقة أنه يمكن محاضرة النهاردة هيتكلم فيها طبعا مع الصفقات الجديدة واللي هو قرر أنه هو يشاركهم مباراة يعني الثلاث صفقات الجديدة سواء خلت عبد الفتاح محمد الضوي كريستو أو مروان عطي الحقيقة أنه هو قرر أنه يشاركهم الثلاثة مباراة أمس يمكن هو كمان يتكلم فيه المؤتمر الصحفي أنه هم محتاجين أنه هم يعني ياخدوا شوي على الفريق خلال الفترة المقبلة فده أكيد هيكلم فيه في المحاضرة النهاردة طبعا يعني زي ما احنا عارفين عقب أي مباراة كبيرة ويكون بعديها المران على طول أو تاني يوم الصبح على طول بيكون فيه ريكافري لكل يعني اللعيبة الأساسيين اللي شاركوا في المباراة أمس وبيكون فيه تدريبات مختلفة بدنية طبعا لبقية اللعبين اللي لم يشاركوا في المباراة وبعد كده يعني هيستمر بقى أو هيشارك كل اللي شاركوا سواء اللي شاركوا أو ما شاركوش خلال الفترة المقبلة طبعا فيه تأسيمات قوية في المران وأيضا يعني بيكونوا مشاركين فيه التدريبات البدنية طبعا اللي بتكون موجودة سواء في المران أو كمان بالنسبة للجيم طبعا كان فيه يعني عدد من الإصابات خلال الفترة الماضية وطبعا شفناهم بيشاركوا مع التدريبات الجامعية أو أن هم انضموا للمران الجامعية خلال الفترة الماضية سواء طهر محمد طهر أو بيرستاو من الممكن أن هم يكونوا فيه قائمة طبعا النادي الأهلي والزمالك ولكن طبعا فكرة مشاركتهم من عدمها ده هيكون مطروك طبعا للجهاز الفني ده طبعا فيما يخص كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لو كرة القدم واللي بنتمنى أن احنا نشوف طبعا مباراة كبيرة جدا قدام الزمالك زي ما احنا شفنا خلال الفترات الماضية وشفنا كمان مبارح تأهلوا لنهائي كأس مصر بنتمنى طبعا لكل جماهير النادي الأهلي ويكون طبعا يضموا تمانياتهم لنا أن احنا طبعا نفوس في المباراة المقبلة أمام نادي الزمالك ننتقل بقى دلوقتي لقطاع الناشئين ونادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي 2001 طبعا قدر أنه هو يفوز على نادي الشباب الكويتي بنتيجة ثلاثة واحد الحقيقة أن دي كانت المباراة والده يعني ليست ضمن طبعا منافسات بطولة الجمهورية وده كان ضمن المعسكر اللي يعني بيقيمه منتخب أو نادي الشباب الكويتي طبعا لمدة أسبوعين هنا في مصر والحقيقة أن يعني المباراة أمس طبعا تم قامتها على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر والحقيقة أن يعني النادي الأهلي قدر أنه هو يفوز بنتيجة ثلاثة واحد على نادي الشباب الكويتي والحقيقة يعني أن كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني لألفين وواحد شايف أن دي كانت دفعة قوية جدا علشان يعني أهلي ألفين وواحد يستقنف الفوز أو يعني يكون دفع عليه خلال المباراة المقبلة في بطولة الجمهورية ننتقل بقى لبقية الألعاب الأخرى والحقيقة أن سيدات سالة الأهلي كالعادة يعني قادر أنه هو يواصل انتصاراته طبعا بقيادة كابتن طارق خيري الحقيقة يعني أنهم حققوا الفوز مبارح على سموحة بنتيجة أربعة وتسعين تمانية وسبعين ده طبعا أمس ضمن منافسات الجولة السادسة طبعا من عمر بطولة دوري السوبر الحقيقة يعني أن كانت مباراة كبيرة جدا زي ما احنا تعودنا عليهم وزي ما احنا شفنا خلال الفترات الماضية طبعا بعد فوزهم على النادي الزمالك طبعا خلال الأسبوع الماضي قادر أنه هو بنتيجة طبعا كان فيه فرق سبعين بوين فهو قادر أنه هو يحقق الانتصارات دي خلال الفترة كمان المقبلة والحقيقة كانت المباراة بتلعب خارج يعني أرض النادي الأهلي كانت على صالة سموحة الحقيقة أنه هو في الجولة المقبلة أو الجولة السبعة هيقابل نادي سبورتينج أخيرا بقى يعني والخبر الأخير معنا النهاردة سيدات يد الأهلي طبعا فاز على النادي الطيران بنتيجة 25-20 أمس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة والحقيقة أن المباراة كانت بتقام هنا على صالة الأمير عبدالله الفصل طبعا دي كانت كل الأخبار اللي معانا النهاردة متعلقة طبعا بالفريل أول لقرة القدم وأيضا يعني منتخب أو يعني قطاع الناشئين وأيضا كل الفرق الرياضية الأخرى بشكركم جدا عودة لكم مرة أخرى تغطية يعني ما فيهاش أي تساؤل أكتر انت قلت كل المعلومات شكري جدا على هذه التغطية الأكتر من رائعة مريم ساميح شكرا لك